في سؤال بيسألوا ناس كتير قوي من اللي مروا بهذه التجربة أو حتى من اللي حواليهم مروا بيها وهو عن دور المضادات الحيوية رغم أنه في بعض المرضى لم تسجل عندهم ارتفاع في درجات الحرارة ورغم كده بيكون الاختيار الطبي أو العلاجي من الأسادزة الدكاترة اللي بيعالجوا المرضى زي الأستاذ دكتور ماجد بهجت كده أنه بيكون بداية العلاج بالمضاد الحيوي ده بيكون فلسفته إيه عندكم يا دكتور ماجد بحركة طرقت نقطة مهمة جدا 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 في طرق وصوبة الألالاج أغلب أمراض الجهاز الدرفوسي العلوي والسفلي تبتدي بفيروس أيوة وبعدين بعد كده بتقلب لبكتيريا لو السكنت بكتيريا الإنفلس بالضبط كده أيوة فلازم الدكتور يحدد لأنه إذا كان بفيروس فقط بفيروس المضادة حيوي مش هيبقاله دور مش هيبقاله دور وإذا كان اتنقل للسكنت استاب بقى أن هي بقت كده هيبقى المضادة حيوي ليه دور فعال تمام يبقى دي أول حاجة الدكتور بيحدد مع المريض استعمال المضادة حيوي ولا طب هو الدكتور بيحدد بناء على الأعراض ولا الأعراض والكشف الطبي ولا التاريخ المرضي ولا إيه بالزبط التلاتة بالزبط كده تاريخ المرضي والأعراض والكشف التلاتة مع بعض بيحددوله طبعا فيه حاجات بتبقى واضحة يعني بتبقى واضحة إنه ده فيروس وإنه وده ما لهش علاقة بالحرارة يعني برضو الفيروس ممكن يكون إحنا أغلب أكتر حاجة بنفرق يعني بقول كلال الدكتور كمان يعرف إزاي الفيروس من البكتيريا إنهو لما بياخد الدواء والحرارة بتنزل بين الأتاكس لما قبل ما يجيله الدورتاني بيبقى العيان أكتف كويس ورايح وجاي يقول أنا افتكر نفسه إيه بقى كويس ده في حالات الفيروس في حالات البكتيريا حتى والحرارة نزلت بيبقى العيان شوية أضع لسه متأثرة في حالة ضعف يعني عنده هزال أو عنده ضعف عام مش زي العند فيروس يعني ده ضمن الحاجات ده نقطة مهمة جدا في التفرق على فكرة خاصة في الأطفال برضو بلاقي الطفل يعني حرارته 39.5 ورايح جاي والطفل الثاني 38 ولكن مسكين يعني همدان كده همدان وملوش شهية في الأكل وقال آخر فدي من ضمن طبعا خبرات الدكتور طبعا ودي نقطة فعلا يديرة بالمعرفة يعني لكن برضو لو الدكتور ابتدالك أنتباتك بلاش إن إحنا إيه نقاوح يعني تقول لأ أنا لا لا بلاش أنت إيه رأي حضرتك يا دكتور في نوعية المرضى اللي يقول لحضرتك أصلاً ما محبش اللي أنت بيوتك أو محبش المضادات الحيوية يعني حضرتك بقى يعني كقيمة كبيرة بترد تقول إيه لأ نسأل جداً حرارك لازم يكون عندك وسيلة إقناعة أيوة إقناع لي بس منغير ما تخوف بقول لنا ما بنحبش الأدوية بس هو المسألة هي علاقة بالحب وبرعية لازم نقول إحنا محدش بيحب أنا أنا من دوع أوصف أدوية على قد على قد الأد يعني ولكن إنت حريك بتكلمه بالمنطق إن إنت عندك كذا 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 وممكن يوصل لكذا كذا كذا أيوة يحصل تفاقم لقدر الله لما إنت أغلب الناس زي ما حريك بتقول أول لما بيلاقي هذا الكلام منطقي لما بيلاقي الدكتور يعني كلام منطقي بيختنع بيمتسل طبعاً بس يدي بتظهر أكتر في موضوع بقى الكورتيزون أكتر في تخوف الكورتيزون ده وسيء السمعة جداً سيء السمعة لكن هو مع إنه سحري يعني سعابي بسحر يعني كان ممكن حالك يعني ساعاتي بسحر تقصد دي برضو أكتر من أنتبواتك الكورتيزون يعني يمكن يتقبل الأنتبواتك لكن في ناس لكن أنا بقول له مدام الدكتور وصفه لك يبقى ده إذا هناك احتياج طبي أه احتياج طبي لكن لازم ما أشوف حضرتك الدكتور برضو مش لازم يخصب على العيان حاجة صح هو مش مقتنع بيها يعني أنا النهاردة جالي مثلاً واحد عنده التأب في الوزيتين لو جيت قلت له هتأخذ علاج وحنعمل عملية هو حيستقرب كويس؟ ده يا دكتور دي جبتي مرة واحدة لكن لما العيان ده يجيلي كل شهر مرتين على مدى السنة وبيتجيلي اللوز دي كذا يوم ما هقوله هتعمل عملية إن إحنا مثلاً يعني ده مثلاً هتعمل عملية هو النفسه هايبقى وقتنع ساعتها صح إذن فيه وسيلة للإقناع لما هو قبل كده هو تعب وكنت أقيله على مضاد دحاوي وهو ما أخدوش وبعدين جالي بعديها في الاستشارة جالوا مضاعفات بقى نزل على سيدرو بتاعه فابتدأ أنتواتك المرة الجاية لما أنا هقوله على حاجة هو هيقتنع بيها لأنه هو المرة الفاتت حصل كذا 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 والعكس بالعكس برضو إذا أنا لقاني أنا ديته أدوية هي شكلها يعني مبالغ فيها وهو الدور ده كان بيجي له قبل كده وكان مجرد مسكنات ومضادات الاستميم بتضيع الرشح والألم يعني ممكن فعلاً يستغرب يعني بيقتنع إذن إيه إحنا الأسلوب العلمي الناس كلها بتقتنع بيه يعني وإحنا إحنا برضو عندنا نقطة عندنا في مصر مصر ننفرد بيها أنت ممكن تخش الأجزاخانة تشتريع أي داوة آه طبعاً ودي نقطة ودي نقطة أي داوة نتمنى أن ده تيصل تشريع بقى ودي نقطة زي باقي الدول يعني ما هو باقية الدول العالم دي كلها مش عاملين ده يعني بيغلسوا على المرضى لا 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 بيبقى عايز رشدة وعايز من طبيب وعايز 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 علشان يصرف أي داوة إلا الأدوية اللي هي مسامية إن شالف اللي هي المسكنات والحاجات البسيطة لكن الحقيقة إحنا عندنا إحنا دي نقطة مهمة جداً بيحصل إحنا بيقول عليها أبيوز إنه سوء الاستخدام أو الإفراط في الاستخدام إفراط مما يؤدي إلى نقص الفاعلية جداً الحقيقة والرزيستنس دلوقتي تبقى عالية يعني فيه أدوية بتلاقيها في كل بيت وفيه ناس أول لما بيحصل حاجة بيبتدوا هما الأدوية كده من نفسهم أو يروح للصيدالي والصيدالي طبعاً عايز مش هقول عايز يبيع عايز قدامه يخف على الأقل يعني وفي بعض الأحيان دي بتبقى فيها مشكلة يعني حد يحرك مسأل يروح للصيدالي ودنه بتوجعه طيب ودنه بتوجعه دي ممكن يكون فيها مش من الودن أصلاً أنواع كتيرة أو من التشخيص أصلاً هي مش من الودن يعني العصاب تاعة الودن دي مرتبطة مع يكون من درسه أو من زوره طيب أو من الجيوب الأنفين ممكن طيب حنقول لأنها من ودنه وفيه انفكشن الانفكشن كزا نوع أشهر اتنين يابكتيريال يما فانجس طيب إذا كان هو حددله نقط يابكتيريا يا فطر بالزبط إذا هو اداله اداله نقط ضد البكتيريا وهو عنده فطر حيزيد والعكس بالعكس والعكس صحيح والعكس بالعكس مثلاً كمان عنده كحة حددوله ده كحة إذا كان الكحة اللي عنده دي فيها بالغم وبرودكتف وداله دواء يعني يوقف الكحة هيحبس البلغم جوه وسدره وهيخش فيه التهاب شعب والتهاب والعكس بالعكس إذا كانت كحة دي نشفة ما فيهاش بالغم ولا حاجة مجرد حسية أو الأخروب وداله حاجة تطرد البلغم هيقعد كح كح يجيلي بعد ثلاث يام صوته رايح كده هو لأنه الدواء كححه وما فيش حاجة جوه لكن طب نعمل إيه لأ أنت النهاردة مثلاً سيئ إنه مثلاً عنده التهاب في الصدر وفيه بالغم إحنا بنراعي إن الدواء يكون فيه تلاث حاجات أول حاجة حاجة موسعة للشعب نمرة اثنين حاجة تسيح البلغم نمرة ثلاثة تطرده حاجة تطرده يعني لأنه دي تلاثة ستيبس نمسع ونسيحه وبعدين نطرده ده الكلام ده هيبقى أكتر للدكتور تخصصه وفيه نقطة هنا أحب أقولها برضو دكتور لازم الدكتور يعرف إمتى يتوقف حقول إزاي يعني يعني أنا مثلاً دكتور وبعالج حد من مثلاً من زوره الولد ده أو الطفل ده بيجيلي لولوز متكررة وأنا عمال أعالجه ابتدى يخش في مشاكل بقى من التهاب اللوزاتين لا يبتدي بقى دكتور الأطفال مثلاً يقوله لا أنت روح شوف سبيشالت بتاع أنفوز محمد أنا بعالج مريض من مرارة وهو مش ابتدى يحصل له حصاوي لا أنا أقف هنا وقوله روح شوف دكتور أخصائي عشان ده أنت دلوقتي عندك حصاوي دي مش هينفع مثلاً مع علاج لازم تدخل جراحي لازم أنا ودكتور الأنفوز إمتى الدكتور يعرف يتوقف أو إمتى أنه هو ينقل العلاج أو المصاري العلاجي للمريض إلى تخصص آخر إلى تخصص آخر صحيح جهز المريض ده عنده حاجة موضعية يعني مثلاً في الأطفال يكون عنده لحمية وهو بيشتكي على طول من سداد وإحنا عملين ده إبتدت لحمية تكبر وابتدت توصل لودان وابتدت يحصل الارتشاح وابتدت الولد ما بيقاش يسمع طيب أنت عمل بتكمل في الدواء ودي نقطة مهمة أنه إحنا دائماً بنحاول أنه الأطفال من سن 2 إلى 6 سنين ده للفترة مهمة جداً في الاستيعاد يعني إذا سمع 50% حيستوع 50% وإذا سمع 70% وهكذا فإحنا بنشتغل على 100% إذن أنت من الأفضل طيب طيب تروح شوف أخصائي أذن شوف هل أنا يعني هتوقف هنا وشوف هو بقى هو يكمل بقى المصار العلاج المصار العلاج بتاعه المصبوط طيب